مهندسان من قطاع غزة المحتلة يحققان إنجازاً وصف بالعالمي في تصميمهما لسيارة تسير على الطاقة الشمسية في ظل ظروف صعبة يشهده القطاع وقلة الإمكانات الموجودة التقرير تالي وتفاصيل بين رغبتهم في تجاوز الحياة البدائية وبين سعيهم الدائم للتوصل إلى ما قد يسهل عليهم عيشها ما زال أهالي القطاع في بحث مستمر عن الطاقة لتسير أمورهم الحياتية من هنا جاءت فكرة تصميم سيارة سولار كار من قبل مهندسين فلسطينيين السيارة مصممة لشخص واحد وتسير بسرعة من 27 إلى 30 كيلو متر في الساعة وفي أيضاً بطاريات لتخزين الطاقة فيها مبدأ عملها بشكل مختصر وبسيط اللوحة الشمسية بمتصط الطاقة الشمسية بقوم بنقلها للبطاريات وحفظها في البطاريات وأيضاً يكون بالتجريل المطور الكهرباء تصميم هذه السيارة يعتمد على الاستفادة من الطاقة الشمسية والاستغناء عن البترول فيما يتماشى مع التوجهات العالمية لحماية البيئة ويستثمر أهم مصادر الطاقة عملية لم تكن سهلة ضمن الحصار المطبق على القطاع وصعوبة توفير الأجزاء على اختلافها القطع كانت غير متوفرة كان في بعض القطع أنه إحنا محتاجينها نروح نعملها عملية تصميم وتصنيع ونستخدمها المطور اللي إحنا مستخدمينه هو مطور بالأساس مش مهيئ لهيك موضوع إحنا عملنا له ري ديزاين وعملنا له كتير قطع من أجل أنه يساعد السيارة أو البروتو تايب هذا أنه يكون شغال يوم تسليمه تحديات كبيرة شكلت عائقا لتقديم فكرة وقفت وراء تطبيقها عالميا أكبر الشركات أما غزيا فإمكانيات فردية سمحت بالمجازفة في نطاقات محدودة لكنها لم تتمكن من المس بالفكرة وإمكانية تطبيقها إبداعات الشباب الغزي كثيرة لا تحدهم فيها إلا إمكانات مدينتهم المتواضعة والتي على توضعها لم تمنع من إنجاز سيارة سولاركار هذه السيارة التي أنجزها الشابين فلسطينيين ولا تكفي إلا لشخص واحد ولكنها تجسد حلم الملايين منعك القناة رؤيا